قالت المندوبة الامريكية لدى الامم المتحدة ليندا توماس جرانفلد قالت ان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر الهجوم الروسي على محطة نووية اوكرانية تصعيدا خطيرا جديدا وخلال كلمتها امام جلسة لمجلس الامن الدولي قالت المندوبة الامريكية ان القوات الروسية باتت على بعد 30 كيلو متر من ثاني اكبر محطة نووية في اوكرانيا محدرة من ان الخطر اصبح وشيكا اشتركوا في القناة